أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ما توليه الدولة من الاهتمام بتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية المرتبطة بمحور قناة السويس وتوفير مختلف الإمكانات والخدمات بها لتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المتنوعة جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة أجراء في عدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استهلها بتفقد مشروع تطوير ميناء السخنة الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي السخن الدخيلة والذي يأتي في إطار ثوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الإسكندرية اللوجستية المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب